ازايكم? طبعا هنبركب بلاطة متر وعشرين. تمام? في ناس بتتصل بها كتير طب يا بسم لازم نمحر لو جبنا البطل دي لازم نمحر الارض. لا طبعا مش لازم تمحر الارضية خالص. ولا تكلف نفسك بمحارة الارضية. طبعا عادي بتركب بهمونة كده عادي وبص يعني الحمد لله من نهرك بنسبة مليون في المية يعني. تمام? مش لازم تكلفة المحارة. بس تركبها بالمواصفات الصحة بتاعتها. طبعا بنشوف السهم بتاع البلاطة اهوت قبل ما بنفرد المادة. علشان تبقى ريئة كلها ماشية واحد. السهم بيجمع الاتجاه. تمام? طريقة فرد بالبروة طبعا. تمام? فيه تركاية احنا بنعملها كده. برضو زيادة اتمقنون اكتر انه ما بقاش فيها هو تحت البلاطة. ده لباني. اللباني ده طبعا احنا لما نحط البلاطة على اللباني دوت لو في اي فراغ تحت البلاطة. في اي هوا تحت البلاطة. مش هتلاقيه موجود تماما يعني. اللباني ده بيفرش تحت البلاطة تماما. فعايز بعد ده كل البلاطة هتروح فين يعني. فمتلاقش خالص يعني. لو الصناعي اللي بيركب لك الشغل صح. هياة البلاطة مية وعشرين. وطمن وركبها بمونا ما فيش اي مشكلة. اهم حاجة الطريقة والمواصفات بتاع التركيب البلاطة. دي اهم حاجة. هي اللي تخلي لك الشغل يعيش. تمام? بالاضافة يعني التقنية بتاعت الصناعي. طبعا ده ريسيبشن خلص الحمد لله. في حاجة عايزة لكو عليها برضو. ان هم حاجة تنظف اللحمات كويس. عشان باشفهة رابع بلزعية. تمام? طبعا زي ما انتم شايفين كده. ماشي المقاشة في اللحمات برضو. بس كده انا حبيت اوريكو حاجة صغيرة يعني. واشكركم جدا على حسن متابعتكم.